اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا العدد الجديد والمتجدد من حصة تحديث الساعة مثل ما اكدنا عليها يوم امس واكدنا بانه ستكون هناك تكملة لحصة امس التي تعفون تحدثنا فيها عن مقاومات الجانب السياحي في الجزائر عدد اليوم خصصناه للسياحة الشتوية والسياحة الصحراوية بما في ذلك نتحدث عن السياحة الجبلية وما الا ذلك اذن يسعدني ان نناقش في هذا العدد هذا الموضوع رفقة ضيوفي في الاستوديو الاستاذ يوسفى شيحة رئيس الاتحاد الوطني ترقية السياحة وحماية البيئة اهلا بك استاذ بالحضور اليوم لهذا الموعد مع الموعد الثاني صحيح وكنت شرفت كثيرا في الحصة السابقة واستفدنا اكثر اكيد ونستفيد اكثر من خلال الميدان مع الاستاذ صحيح وهو ربما ما يجعلني نتجه مباشرة لترحيب الاستاذ ربحان عيدوني متعامل اقتصادي في القطاع السياحي وموادير وكالة سياحية اهلا بك استاذ بك وهلا بارك الله فيكم على الاستضافة ان شاء الله القناة تشرف ان شاء الله تكلم على جيل الجزائر ان شاء الله للشباب والطموح وكذلك المستقبل تعالجزائر مبني على هذا الفئة من الشباب باش تكون عندهم افكار واسعة على الجانب السياحي والفوائد التاعه وكل المصارات اللي مروا بها المتعاملين السياحيين في السابق وهم ان شاء الله معتيك الولوجة جديدة ومع ال نعطيك على سبب الان من ناحية اللغوية اليوم الجيل تعنا نتكلمش بفرنسية مع العربية ولكن الجيل الجديد معظمه يتكلم اللغات العالمية وخاصة اللغة الانجليزية هذا يشجع باش ان شاء الله السياحة في الجزائر يزيد تطور ترقية سياحة اكثر شكرا لك اذا اهلا بكم مشاهدين الكرام نبدأ ربما ونستهل نقاشنا في عددنا لنهار اليوم كنا تحدثنا في السابق عن مقاومات التي تملكها الجزائر في الجانب السياحي نحن الآن في شهر ديسمبر على ربما ايام فقط من نهاية السنة وهي فترة معروفة ربما بالسياحة الصحراوية اكثر بحيث انه اغلب الافراد الجزائريين وحتى السياحة الجانب حبوا يمشيوا للسحراء الجزائرية من اجل قضاء ربما عطلة نهاية السنة يعني تعزيز وربما تعزز هذه الفترة هذه للجانب السياحي في مخص السياحة الصحراوية هي فرصة من نجل استغلالها للترويج لجمال الجزائر وسياحة الجزائر حتى يكون ربما زيارات اخرى في باقي ايام السنة وليس في نهاية السنة فقط نعم استاذ على ما تفضلت هكذا فالسياحة الصحراوية تعتبر مؤشر ايجابي تهتم به الدولة في هذا المجال وتشجعه خاصة لان السائح الاجنبي اول ما يتبادر بذهنه هو جمالية هذه الصحراء التي تمتلكها الجزائر جمالية المناظر جمالية الجبال كذلك المكنونات اللي فيها المكنونات سواء من المكنونات الدينية المكنونات الثقافية المكنونات العرقية هناك زخم هناك تنوع في صحرائنا تنوع طبيعي تنوع ثقافي تنوع تاريخي ايضا في صحرائنا فهذا التنوع يخلق سياحات مختلفة سياحات تاريخية سياحة ثقافية سياحة بيئية سياحة حتى الغنى الغنى في الماء يعني المياه الصحراء غنية في المياه يعني خلق منظومات مائية في الصحراء يزيد يقوي يعني خلق استثمار في هذا المجال يزيد يقوي أكثر الاقتصاد ويخلق سياحة سياحة مستدامة فمنظومة مائية بأحواض بمدن مائية بمدن مائية يعني يصبح مكان استجمام ومكان تعود فيه يعني حتى الطيور الحيوانات اللي كانت للمهاجرة يعني تعود الحياة من جديد يعني زيد جمال طبيعة يعني جمال طبيعة ونفسية نفسية سائح سواء كان السائح الأجنبي أو السائح المحلي حتى السائح المحلي رهى متشوق لمعرفة بلاده ومعرفة الصحراء صحيح حتى لأنه ربما في هذا الجانب إذا ما جيت نتكلم بصفة عامة والأستاذ ربما ربح عنده الخبرة في هذا الجانب صراحة يعني الذهنية السياحية عند الجزائريين إذا حكمنا بصفة عامة ما زالت عذراء لأنه رغم الكم الكبير من سياحة ولكن الإقبال الحقيقي ما زال مشهدناه صراحة ما زالنا نشوف بأنه الكميات السياحة ربما للسحراء على كثرتها لكن تبقى قليلة مباشرة مقارنة عفوا بالكم الكبير للسواح الداخليين والجزائريين المتواجدين لمازال ما يعرفوش لحد الآن ربما طبيعتهم وصحراءهم بطبيعة الحال نتكلم مع الجزائر الجزائرية بلد قارة صحبش واحد يكتشف كل أماكن في خمس سنوات ولا عشر سنوات ما نظرنش بليه يقدر يكتشفهم اليوم كاين حركية في المجال السياحي سواء بالنسبة المواطنين أو بالنسبة للمتعاملين السياحيين لاستقطاب سياح أجانب لزيارة الجزائر نعطيك صحراء الجزائر هي تحفة من تحف نادرة في العالم الغربيين لما يجووا يزوروا بعض الأماكن يبقوا مندهشين وفي نفس الوقت فيها راحة فيها علاج علاج نفسي صحي لأن الإنسان يروح لمكان مثل الأحقار وليروح مكان كيمجانات أو مثلا الكثبان الرملية اللي موجودة في تاغيت أو جمال مدينة تيميمون إلى آخره واتسوف اليوم كين حركة كين حركة ويشرفنا كتير لأننا فيه كتير من الشباب اليوم توجه للجانب السياحي للنشاط السياحي وهذا ما يخلي المتعملين في المجال السياحي يفكروا كيفاش يطوروا الإمكانيات اللوجيستيكية وإمكانيات الاستقبال لتكفي وتكون ترضي كافة الناس على حبس المستويات المعيشية وهذه اللي ما نكذبش عليك بكل صراحة المتعملين اللي هما معروفين في البيدان يفكروا يفكروا كيفاش يطوروا لأنه هما محتكين مباشرة مع الزبون سواء مستزبون وطني أو أجنبي نعطيك على سبيل المثال أسبوع في تاغيت بستمئة وتسعين دولار بالنسبة للغربي أرخص شيء موجود كامل الوجبات وفيه الجوالات إلى غيره أما تقول المواطن الجزائري ما يعادل 13 مليون سنتين يعتبر غالب وليهذا كم متعاملين مثل ما ذكرت أنت في البداية لازم نندمج ونفكر هذا سوق حتى المواطن الجزائري اللي يدفع زج ملايين وضلت ملايين هو من حقه وبشيكون هو في نفس الوقت هو سوق لهذا نحب نذكر أصحاب المال ما تخافش من الاستثمار في الصحراء ولكن كون ذكي في التفكير تاعك وشوف مكاتب دراسات ليعطوك توجه صحيح بدل ما نروح نوضع الإسمنت ونوضع أشياء اللي عنها استثمار تبير أو قع نحاول كيفاش نعمل أشياء كما نقوله باللغة الفرنسية مودي لابل اليوم تتركب طريقة هذه اليوم نقسمها على ثلث شقق غضو على تكلفة الاستثمار ما تكونش بنفس تكلفة الاستثمار وفي نفس الوقت تكون تفيد كثير للمواطنين كاين نقص كبير بكل صراحة ما زال كاين نقص فيما يخص فيما يخص الإمكانيات اللوجيستيكية اللي في الجنوب كاين يقول لك مثلا السائح الأجنبي يحوص الميلي طوال ألف نجمع ما يحوص يكون ضنزان نوتال ولكن نقول لك حتى في المكان اللي يكون فيه ألف نجمة لازم له مكان للراحة صح للراحة النفسية والراحة الذاتية لازم نفكروا في هذا لأننا احنا محتكين وحاسين باللي فيه نقص ولكن هذا النقص يقدر يتغطى بالتفكير الجيد وخاصة أنا دائما نرجع للجيل الجديد من مهندسين ومفكيرين ومن جمعيات اللي تقدر تعطي أفكار وما تخرجش على الجانب طبيعي تعالى المنطقة يعني يكون تأقلم يكون تأقلم حتى الاستثمار نطيق على سبيل المثال نفكر في القصور اللي موجودة في تيميمون هي قصور مبنية بالتروة صح وعليش ما نفكرش باش نعمل أشياء وما تكلفش بزاف وما نديرها كبيرها بزاف نديرها متوسطة وتكون مثل قصر تاغيت الاستقبال يكون رائع ويعجب السائح وخلينا نعدل نغيره بعد 15 سنة نريبه ومبني واحد آخر ما رحش يكلفني صح يعني ربما نقاط أساسية تحدثت عنها الأستاذ ربح سنتحدث فيما بقية من الحصة عن عديد من النقاط الأخرى أستاذ يوسف كان قد تحدث عن النقطة مهمة ربما التي عرف بها الجيل الجديد مثل ما تحدثنا ربما في الحصة السابقة وعرفنا بأن الميديا تلعب دور كبير في الترويج للسياحة اليوم العديد أصبح ليس مشروطا عليه أنه يمارس العمل السياحي كوكالة في المكتب العديد توجه نحو المواقع التواصل الاجتماعي وأصبح يروج النفسه يروح للسياحة الداخلية ويجني أيضا ربما عدد كبير من السواح يعني اللي يحبوا يمشيوا في هذا البرامج يعني برامج مغرية وما إلى ذلك يعني دور كبير دائما تلعبه هذه المنصات من أجل الترويج للجانب السياحي وطرح الخدمات نعم أستاذ وقلنا أن دور الميديا هو دور كبير في استقطاب العملية السياحية في استقطاب السواح لماذا؟ لأن كل مدينة وكل وكل طبيعة وكل لها زخم ولها مميزات معينة مثلاً لو نتجه إلى مناطق في الشرق الجزائري نجد تلك نجد الصدود مثل سد ميلة مثلاً سد يجمع بين خمس ولايات أو على 18 كيلومتر طول 18 كيلومتر يعني هذا كنز يعني خزان ماء كبير لو نمشي إلى الصحراء نجد تضاريس أخرى مناخ مناخ آخر لا من ناحية نوعية الرمال أو الصخور أو تنوع مناخ وتضاريسي كبير جداً نعم فقط في الجنوب الكبير وفي الأطلس جبل الأطلس الصحراوي أين نجد مثلاً وليت نعام بلدية العين الصفراء هناك نرى طبيعة مناخ آخر يعني هي مقاومات ربما طبيعية ومناخية يستغلها هؤلاء الشباب من أجل ترويج لها في منصات التواصل من أجل الترويج وهنا أعود وأؤكد على نقطة الثقافة السياحية التي تجذب السائح السائح أولاً السائح المحلي لأن السائح لأن الجزائري في حاجة إلى ملحة إلى معرفة ما معرفة غينة بلده في هذا الإطار للسائح في بيجايا يجب أن يعرف مميزات مميزات السياحة والمكنونات السياحية والمعالم السياحية في تيميمون لدي شيء إلا لأجل أن حتى هذا تبادل الزيارات وتبادل الثقافات وتبادل من شأنه أن يقوي اللحمة الجزائرية ولحمة المحبة ولحمة التعايش ولحمة كل هذه تخلقها الثقافة يعني قطاع سياحية بإمكانه أن يخلقنا ربما أمور أخرى في قطاعات أخرى وحتى في بناء التكامل الاجتماعي بين أفراد المجتمع النسيج الاجتماعي الأستاذ ربح ربما العديد من هي مرحلة نحن نعرف بأنها تعرف فيها الجزائر أو الصحراء بسيطة عامة انتعاش سياحي ما هي أهم الوجهات التي ربما يفضلها الجزائر ويفضل أنه يذهب إليها وما هي أهم الأماكن في الصحراء ربما بما أن نتحدث عن السياحة الصحراوية هنا هي شوف كل المناطق في الجزائر المرغوبة وكلها جميلة وكلها رائعة تستقطب سياحة جزائرين لهذا الذي ذكرت في الأول قلت لك ممكن واحد الذي يمشى لتاغيت هذا العام الذي يجيه يقول لك نمشي الجانات صح الذي يمشى الجانات يقول لك لا لازم زي نكتشف وخصوص البرامج الذي عندكم ربما هي موجودة والحمد لله اليوم كان شباب محليين اللي رغمين شطوا نعطيك على سبيل المثال منذكرش اسمهم ولكن شباب موجودين في واتسوف نشكرهم كتير شكرهم كتير لأن أنا نغير مش نغير منهم كشباب أنا اليوم ستين سنة ممكن ثلاثين سنة عديتها في المجال السياحي وهما اليوم جدد ولكن بكل شجاعة نقول رفعوا التحدي رفعوا التحدي ورهم ينشطوا وإن شاء الله يكونوا مثلهم نحن نستغل مثلا المرشدين المحليين في كل المناطق اللي موجودة في الجنوب نتعامل مع الجمعيات ونتعامل مع الهيئات المحلية لنشط بها برامجنا لنحن التسائح الأجنبي اللي توضع معه مثلا فيه مجموعة من ألمانيا توضع فيه معه مرشد يتكلم اللغة الألمانية ولكن في المناطق الشاسعة تاعة الجزائر نحن نعتمد كتير على الشباب اللي هم المرشدين المحليين وهذا شيء لابد نفكر فيه باش نحضر نفوسنا من ناحية التكوين من ناحية المعرفة للتاريخ تاعة الجزائر وتاريخ المناطق لأن هذا يفيد كتير لأن السائح الأجنبي بكل صراح مثقف صحي مثقف يزورش مطقة حتى يطلع عليها جيدة عنده مستوى ثقافي كبير ويجي مطلع ويطلب منها معلومات ويجي مطلع على الأماكن اللي راح يزورها قبل ما يزورها صحي ولما يوجد شباب ويوجد ناس هذه تكملة للمرافق لأننا نقولك ناحية لوجستيكية وحدها ما تكفيش صحي لأن ناحية تحضير ذهني للمجتمع كذلك على سواء على المستوى المطاعم أو على المستوى الفنائق يعني اللي تأتي في إطار تعزيز الخدمات تعزيز الخدمات لازم نفكر من كل جوانب باش نحسن هذا النوع المفيد للمجتمع لأن السياحة اقتصاد كبير جدا مفيد وما فيش كما نقوله إحنا يا لوريسك ما فيش بزاف لوريسك في السياحة إحنا الجزائر طبيعة طهن الله عز وجل يبقى نفكر مليح كيفاش نخدم الضيوف إحنا مجتمع مضياف صح مجتمع جزائري مجتمع مضياف في كل القطر الجزائري مكاش منطقة تروح بلاد القبائل تلقى هم يرحبوا بك صح ويدخلوك ويعطوك بنوج كرموس وترقد صح وترقد وتروح للجنوب الصالون موجود عند الباب فهمتني هذه من أخلاق المجتمع الجزائري صح مجتمع مضياف يعني ويعطونا بلادنا غنية من ناحية التاريخ كذلك الجزائري بلد الحضارات مرتع لها عدة حضارات الحضارات الأغريقية الرومانية الإسبانية الفرنسية العثمانية عدة حضارات عدنا تاريخ لنقدم مقاطع الحضارات موجود وكان كذلك فيما يخص سياحة الدينية صح أنا المؤسسة اللي نشرف عليها احنا اليوم نفكر باش ننسق مع هيئة أكاديمية باش نوضع تحت صرف السفرات الجزائرية وتحت صرف المتعملين السياحين الأجانب كتاب فيما يخص تاريخ الديني في الجزائر لأن هذا شيء هم هذا كمشروع يعني يدعم روابطنا مع المتعملين للأجانب لأن كل ما نحتكه بمجموعة نحس بالأشياء يعني يكون دليل ربما حتى ومرجع أساسي نعم كالمراجع من ناحية المراجع تاريخية المراجع طبيعة المجتمع الجزائري من ناحية السوسيولوجية هذا كام حتى باش نوثق تاريخنا ربما باش باش بلادنا إن شاء الله أنا جيد طموح بكل صراحة أنا جيد طموح بأن الجزائر سوف تكون في القريب العاجل من أحسن الوجهات السياحية في البحر الأبيض من دوسط إن شاء الله ربما الأستاذ يوسف تحدث أستاذ ربح عن نقطة أساسية ومهمة جدا وهي ضرورة التكامل التكويني فيما يخص مختلف المؤسسات والهيئات التكوينية مع مختلف القطاعات اليوم نحكي وحنا على وصارة التعليم العالي التي وضعت مشروع ربما شهادة بمشروع مؤسسة نشيئة دمج الطلبة في مشاريعهم الخاصة الأستاذ يتكفل بوكالة سياحية بحاجة إلى مؤسسات أخرى لما لا اليوم نذهب أنا حتى ندير اتفاقية بالمؤسسة كوكالة سياحية ومؤسسة مختصة في السياحة ولكن اختصاصها هو الإرشاد في حد ذاته يعني الجانب السياحي هنا يجيك تكميل لقطاع التكوين وقطاع التعليم العالي بالإضافة إلى أنه يخلق فرصة من أجل تنمية اقتصادية في المنطقة في حد ذاتها نعم أستاذ خاصة كما أشار الأستاذ يعني باختصار حتى نخرج للفاصل باختصار يعني اقتصاد المعرفة أو المعرفة المعرفة ضرورية لخلق مراكز تكوين أو لضبط سلوك المكون أو مثلا نحن نذهب إلى مرافق عدة نجد 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 مرشدين سياحيين ليسوا بالمستوى العالي الذي يسمح بمعرفة سائح الأجنب أكثر عن مميزات ومكنونات هذا العالم السياحي الفسيح يعني يجب فقط نحن كاتحاد جزائر لترقية السياحة وحماية البيئة رأينا هذا الجانب ورأينا أن كل مؤسسة يجب أن يكون فيها مرشد سياحي مكون تكوين عالي له عدة لغات لا في حتى المؤسسات الصحية في جانب السياحة الصحية نعم يجب أن يكون هناك مرشد سياحي ليعرف المؤسسات الصحية كيف تكون كيف المؤسسات الأخرى مؤسسات ثقافية مؤسسة دور الشباب في المؤسسات الشبانية يعني باختصار من فضلك حتى نخرج للفاصل نعم يعني يجب سياسة ومخطط في هذا الجانب واضح وستراتيجي في هذا الجانب تشجع التكوين واضح جدا إن شاء الله إذن مشاهدين الكرام أما الوقت الأول من الحصة والشطر الأول من الحصة قد انتهى لا تذهبوا بعيدا فاصل قصير ولنعودتون لتكملة النقاش أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في هذا الشطر الثاني من حصة التحديث الساعة لمن يتحقق بنا الآن نحن بصدد تكملة الشطر الأول والذي تحدثنا فيه عن السياحة الصحراوية والآن سوف نتحدث عن السياحة الجبلية والسياحة الشتوية بصفتين عامة التي تعرف وانتشارا كبيرا في الأوينة الأخيرة وفي هذا الشهر ونهاية السنة خصوصا وأن فصل الشتاء في الجزائر معروف أغلب القمم الجبلية الكبيرة بتساقط الثلوج مما يعزز السياحة في العديد من المناطق على غرار أصطيف في جبل بابور على غرار تيكشدا في البويرة على غرار الشريعة على غرار تسمسيل إذن لمناقشة هذا الموضوع يسعدني لأنه التحق بنا في هذا الشطر الثاني الأستاذ عبد العزيز الطلحي رئيس جمعية صداء الجزائر لتشجيع السياحة تهلا بك أستاذ شكرا الاستضافة وباركة فيك شكرا جزيلا إذن أستاذ ربح ربما تحدثنا في الشطر الأول عن السياحة الصحراوية ومقاومة السياحة الصحراوية بالإضافة إلى السياحة الصحراوية في هذا الفصل وفي نهاية السنة ربما العديد من المناطق تزامنا مع بردة الطقس تعرف ربما الثلوج يعني تعرف استقطاع كبير للسياح في الجبال في المناطق الجبلية بصفة عامة هذا مثل ما قلت الجزائر متنوعة فيها تنوع المناخ تحام جد متنوع والناس تقدر الجنوب تقدر تكتشف الشمال جمال وشبوخ الجبال تاحة إلى آخره وفي نفس الوقت صحاب الشمال يقدروا يمشيوا للجنوب نتكلم شوية على السياحة الجبالية التي هي جد مفيدة للمجتمع مثل السياحة الصحراوية بما أن الكثافة السكانية في الجزائر موجودة في الشمال صحيح والحمامات المعدنية معظمها جاية في الجبال صحيح نعطيك على سبيل المثال حمام قرقور في ولاية بورش بوري ريج الصيف الجاية في الحدود نعم حمام قرقور منطقة جدا جميلة وكذلك الفنان من الحمامات الأخرى والسياحة الجبالية لازم نخلق هذه الثقافة حماية الثروة الغابية في الجزائر صحيح وباش نحمي هذه الثروة الغابية نحميها بتهيئة المجتمع لزيارة هذه الأماكن والمحافظة عليها في نفس الوقت لأن نعطيك على سبيل المثال لما عائلة تأخذ الأولاد تحها وترحق من شريعة ولا قيمة تكشدها وتلقى لافتات لتنبه على الحفاظ على هذه الطبيعة تخلق في ذنية ذلك الطفل يتربع على هذه العادة وإن شاء الله يبدوا نحافظه ما تكونش الفضلات في الأماكن المخلفات الخاصة بمخلفات سياحية وحتى فيما يخص المجتمع المدني والبلديات والهيئات الإدارية المهتمة بالموضوع باش تحطي الاهتمام لهذه المناطق لأنها تستقطب عدد كبير من سياح الجزائرين في فصل الشتاء صحيح للعاصمة وهي منطقة جبلية وعندها مناطق ربما يعود ارتفاع المنطقة وارتفاع المنطقة نعم الارتفاع تعالمنطقة والمناخ تعالمنطقة كذلك لأنها يجبد جانب المناخ الاستوائي هذا الشيء جميل ونحن 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 طبيعة المجتمع الجزائري في الاول كان العائلة تمشي كتير للحمامات انا في السبعينات كنت ذكر حاجة جارة في الجيران دوانا كانت نظم رحلات للناس الكبار في السن تأخذهم للحمام وهي اللي تأجر الحافلة وهي اللي كانت تأطر هذا بقيت في دهني للغاية الصورة لأن طبيعة المجتمع الجزائري متربي على هذا النوع من سياحة ويحبها هذا النوع من سياحة ولكن الشباب بتاعنا اليوم لازم في نفس الوقت حتى الأمور تطورت مثلا فيما يخص الاستحمام الأشياء تغيرت وتعدلت توقع ولكن هذا يبقى من جانب الصحي ومن جانب المجتمع الجزائري جد مفيد وجد مهم ربما الأستاذ عبد العزيز الجزائر تسخر بالعديد من الحمامات الساخنة المعروفة عبر مختلف ربوع الوطن في بسكران نتحدث عن سطيف نتحدث عن المدية خنشلة وما إلى ذلك يعني هذه المناطق سياحية ربما تعتبر قبلة ومقصد من قبل العديد من الجزائريين في فصل الشتاء لأنه أغلبهم يقول لك أنا نحب ندي عطلة في فصل الصيف لأن البحار موجودة وما إلى ذلك ولكن هناك أيضا فئة لتحب أنه تمشي في فصل الشتاء لهذه الحمامات خصوصا أنه ربما العطلة المدرسية تتزامن مع نهاية السنة وهي فصل الشتاء يعني السياحة الحموية هي نمط جد مهم من الأنماط السياحية المتواجدة في الجزائر لما نشوف الطرق الموجود فيها في الجزائر الجزائر الثالية من ناحية الحمامات المعدنية هي داخل فيها النمط العلاجي النمط الصحي يعني الشباب يعني حتى المجتمع الجزائري كما يقول إحنا بكري هو كان يتكلم على السبعينات إحنا في بداية الألفية كنا نمشي وفي حافلة نرحوا الحمام حمام قرقور في صطيف وحمام السخنة أيضا في صطيف يعني كنا نمشي ونمشي ونمشي حمام كسانة المتواجد في ولاية البويرة يعني هذه الحمامات اللي ما زالت الثقافة هذه متواجدة في الولايات الداخلية الحمامة المعدنية هي عبارة عن سياحة علاجية أيضا هي مسارات كما قلت مسارات سياحية جد مهمة تحتاج إلى ترقية صحيح تحتاج إلى ترويج تحتاج إلى إعادة هيكلة هذه الحمامات تحتاج إلى إعادة يعني خوصصتها أو خوصصتها يعني تخرج في الاستثمار الخاص يعني يمنحهم المستثمرين خواص يعني بنظرة تتناسب مع نظرة الجزائر 2030 احنا لما نقول أننا خرجنا من كورونا وخرجنا من موسم يعني تعرف المجتمع الجزائري يبدأ يتعرف على بلاده لازم يتعرف عليه بالطريقة الأنسب صحيح يتعرف على المؤهلات السياحية الموجودة بالطريقة الأنسب وهنا نحكيه على دور المؤثليات دور الأكاديميين يعني في إعداد التي نطلق منها وتنطلق منها الدولة الجزائرية يعني في الترويج في التسويق في الموازات مع الصناعة التقليدية ومولوثنا الثقافي يعني لازم تكون انطلاقة ذات بعد حضاري صحيح يعني تكون شاملة وتعود بالفائدة اقتصاديا على المجتمع الجزائري هذا الشيء أكيد نشوف حمام الصالحين في خنشلة هو حمام تاريخي يعني هو حمام سياحة حماوية زائد تاريخية لما تروح الخنشلة في حمام صالحين ولا في حمام بوحنيفية في معسكر ثاني حمام يعني جيد جميل بحاجة إلى إعادة ثروح جديدة فيه صحيح يعني إعادة ترميم بالحفاظ على هذهك النمط تاريخية وهذاك النمط اللي عنده لازم نحافظوا عليه ونمشيه يعني في الإعادة تعصرنة هذه الحمامات وإضافة العديد من الهياكل يعني الحظيرة الفندقية لازم تدعم حمام صالحين يعني يستقطب يعني الألف من السياح في المنطقة في الولايات المجاورة أو حتى من ولاية يعني شرقية غربية تمشي الحمام صالحين لكن لما تذهب مكان منشآت منشآت الفندقية يعني مكان غير متوفرة خنش لكلها الله أعلم فيها فندقين أو ثلاث خصوصا ربما في هذا المحط يعني أتحدث مع الأستاذ رابح يعني من بين العراقين التي تقف في وجه الوكالات وفي وجه السواح ربما حتى أنه أنا أتذكر أنه من بين قمت بإعداد روبرتاج سابقا حول السياحة الجبلية والشتوية بصفة عامة لما رحنا المنطقة تجدها يعني صراحة ممتلئ على آخره حتى لما تشوف الأسعار تلقاها أسعار مرتفعة جدا بعض السواح يقول لك أنا ماذا بي نبقى هنا يعني حتى أنه في حال غلق أو انغلاق الطريق ما عندوش حل يعني صراحة اليوم نحن بحاجة لتكثيف هذه المنشآت هي في الحقيقة لازم تفكير يتغير كل صراحة من ناحية السياحة الحماوية والسياحة الجبلية لازم ذهنية الإدارة تتغير نعطيك على سبيل حمامات طلابورس مثل ما نقوله حنا ومن بعد يستعمل الحمام بتاعه كأنه مكاس يأجر سنة الحمام ويدخل ويستغل يعني يعني عشر ألاف ومئة دينار ويدخل الحمام إلى آخره طريقة هذه لازم تتغير لازم الأفكار تغير يعني لازم المؤسسات الأكاديمية والجمعيات ذات الطابع السياحي تعطي طروحات جديدة نعطيك على سبيل المثال نحن كان متعاملين نقدر نعطي أفكار ولكن ممكن تكون ناقصة الأفكار تعني تكون ذيقة ما تكونش وازعة نتكلم على السياحة العلاجية اللي هي في العالم كامل طورت صح يا أخي مستطمر يحب يبني عيادة ويعالج فيها مثلا الأمراض الجلدية اسمح لي عندي المشروع هذا يكون في المنطقة الفلانية فيها حمام كبريتي يعالج الأمراض زيد دعم الآخر سياحي والعيادة كبيرة بالمرافق تحتها حتى بما يخص الإقامة الضيوف إلى آخره نفس الشي فيما يخص سياحة الجبالية أنا تكلمت على السياحة السحراوية ينطبق نفس الفكر على السياحة الجبالية ننساوه الدير ننساوه الإسمنت لازم نفكره في أشياء اللي هي تتجدد وتتطور وتكون تكلفتاحها نعطيك على سبيل بالحطب نقدر نعمل أشياء كل عشر سنين نعاود الديكور نعاود حتى فيما يخص الاستغلال حقوق الاستغلال إذا كان نعطي الواحد بشروط نعطي له اللي يلازم يبني بالطريقة الفلانية ويبني ينفق معايير معينة معايير معينة صح ونعطي له حتى 25 سنة يخدم لي حاجة باش ما ينفقش كتير فلوس ومبعد يفلس ومبعد الناس وحدة أخرين تخاف زيت تستطمر مثلا نعطيك على سبيل المثال يروحوا ناس تلك جدا يشوفوا فندق واحد صغير يشتغل غير شهار في السنة المستثمرين يخافوا أصحاب الماء ولكن لما تكون الأفكار أشياء تتجدد وتتعدل وتتحسن وخليوا الناس الجميعيين اللي هم المهندسين المعمريين ولا أصحاب الأفكار الممتازة يعني الشباب اللي يقدر يقدر يقدم إضافة صحية وهذه لأننا نعطيك على سبيل المثال في مجال الاستغلال نحن نشتغل ولكن الجمعيات والناس الأكاديميين في مجال التفكير صحي نقديم مقترحات النقص هذا واضح للعلن وعلش ما نستغلش اقتصادي هذا النقص بأفكار ممتازة وبأفكار التي تكون من ناحية الاقتصادية نافعة للكل يعني مستطمر يكون مستفيد وأيضا غير مضرة بالبيئة يعني كل البيئة تعطيها مستلزماتها وش يلزم مثلا تكون في غابة مثلا في غابة في غابة في غابة يعني يعني الكواخ مثل ما ذلك ليشالي ليشالي تكون حتى ماهيش مكلفة في ناحية البناء المتاحة وحتى السأحية القاروح والسأحية القاروح والسأحية لأنه الثمن لا يكون غالي والناس تمشي تخلق دراميكي اقتصادية مثلا المنطقة الجبلية البنايات الخشبية وإذا كان حتى وكان الديكور من داخل جسي بارسيا وكان جمالي يكون آخر الخشب يحمي من البرودة وحسن من الاسم لا حتى بعيدا عن ذلك يعني حتى الديكور حتى السأح ماذا به غير مشي ماذا به كما كان في بيته يزيد يروح يمشي المنطقة يلقى نفس الديكور يلقى غابة يلقى روحوا في غرفة ومكين صحيح ربما نقطة أساسية أنا ذكركم مرة مشيت لحمام ورقة وكنت في تاغيت في الرابع في الصر الربع مشيت مع الأهل قلت لهم هيا احنا نشتغلوا في سياحة وما ديتكم مش ندوكم لتاغيت رحوا شو يا سياحة رحت لتاغيت ما لقيتش وين كلش كومبلي صح ديتهم مفاجأة وهذا اللي تكلمنا عليه مشيت حكمت الطريق ورحنا بتنافيه بالشار وغضوا من هذا كملنا لتاغيت ما لقيتش عاوتوا وليت قلت لو شوفوا يقولوا لي حمام ورقة حمام و جاي عن سفراء طريقنا نعقبولي للأسف والله تألمت رجيت الناس يكري ويأجروا في المستودعات في المستودعات وفي الأرض عاوت تمشيت عاوت تمشيت عاوت حتى جيت لسعيدة وبد في سعيدة ودوم من هذا يعني حتى الناس حمام ورقة الناس اللي تعرفوا تعرف التاريخ تاعه حمام جد نافع صحيا حمام نادر ما تلقاش في كامل الأماكن ولكن ما كانش الله أعلم الآن فيه استثمار صغير ما هوش الأخر ولكن هذه ما نخليش حتى الاستثمار يكون مدروس يكون مدروس ويكون مفيد للجميع حتى السيد اللي يجي بيقولي أنا ناخذ ديول من البنك وندير لك مداجعة كبيرة نقوله لا لا اسمحلي دراهم تاع البنك ما مش تاعك لأنه راح تستثمر ومحش تستفاد حتى الهيئة اللي تعطي التاريخ ستكون عندها فكرة هذه الأفكار تجي من عندكم توم الأكاديميين توم توم عينينا مثل ما نقوله توم عينيكم مستوى جامعي وطلبة متخرجين وإن شاء الله عربي وفقكم نزيدوا تطوروا وكتر وكتر تعتوا أفكار تاعكم وتخموا باش نستغلوا كامل المرافق وكامل إمكانيات سواء المناخية أو الجمالية اللي موجودة في الجزائر للجانب السياحي لما نتحدث عن جمال البلاد نأتي إلى ربما الرغبة في الدخول للجانب السياحي للجزائر من قبل الأجانب يعني هل هذه المرحلة يعني فيها إقبال ربما من قبل السياح الأجانب وما هي أهم الوجهات التي يطلبونها ربما السياحة الاستقبالية في الجزائر ما انقطعتش ولكن مرت في فترة صعبة على فترة صعبة من تسعينات إلى مثلا بداية 2005 إلى في الفترة هذه إلى غاية 2019 خطوات إيجابية حتى بإجاز من فضلك لأنه لم يبقى لكثير خطوات إيجابية اليوم كان كثير متعملين اللي هما تخصوا في هذا المجال لروجوا للسياحة الجزائرية بالخارج أما فيما يخص البرامج فيه الجانب الديني مثلا الكاتوليك اللي لنا عندنا عدة أماكن اللي هما عندهم نعطيك على سبيل المثال كان بعض الدول بأخر نكون في بولونيا في المعرض نقولهم سنتو قيستين جزائري يقول لك أوه ما قلتش نعلم بهذا المعلومة السياحة الدينية عندها أثر السياحة تاريخية من ناحية تاريخ الحضارات اللي مرت تحل الجزائر فيه طالب كبير على معرفة تاريخ تحل الجزائر السياحة الصحراوية جزء كما يقولوا إحنا حلقة ضرورية لأنه لما ترك برنامج تعمله نورت انتصاوت تحل الشمال والجنوب لابد لأن تكون تشكيلة في عشرة أيام الساحة الجنبي يجي يعدي خمس أيام في الشمال يكتشف التاريخ يكتشف المناطق الجميلة اللي في الشمال وفي نفس الوقت يزيد يكتشف مناطق أخرى هذا التغير يخلي طموح كتير للسياح الأجانب باش يزوروا الجزائر وفيه كتير ولكن دائما نطلب باش الدولة الجزائرية عن طريق الديوان الوطني السياحة باش دعم هذا الديوان أولا وكذلك يخذوا استراتيجية جديدة باش يكونوا حاضرين في كل الملتقيات أو المعارض يعيش في العالم شكرا جزيلا أستاذ عبد العزيز في عجالة ربما اليوم العديد أو ظهر النامط الجديد للترويج هو النامط الفلوكز أو الرحلات التي يقوم بها الشباب مثلما تحدث للأستاذ رابح قبل قليل قال لك شباب نواعي يتكلم من عديد من لغات يعني الرسالة أصبحت تتخطى الحدود المحلية إلى المحدود العالمية بتقنيات كبيرة جدا يعني في ظل هذا الانتشار وفي ظل هذا الترويج نحن بحاجة إلى ربما تكامل داخلي من أجل التناسق المجهودات مع بعضها والرقي بقطع السياحي يعني إذا أردنا إحنا باش نروج للسياح حتى الجزائر أنا دايما نقول إحنا في جمعية صدى الجزائر دايما نتكلم عن ترويج التقافي اللي يمشي مع الترويج السياحي يعني هناك جمال طبيعي موجود في الجزائر لكن هناك جمال أيضا لعادات وتقاليدنا وتراثنا المادي واللامادي اللي كان يتكلم فيها التراث اللامادي والمادي اللي كان يتكلم عليها السياحة التاريخية والسياحة الأثرية والسياحة الحموية يعني كلها تراث داخل وهناك من هو مصنف كيمالا كاسبا مصنف في اليونيسكو صحيح محمية من الطرف اليونيسكو حاليا لازم نمشي لطريقة ترويجية مبنية على نظرة أكاديمية وتكون تتبنىها الدولة الجزائرية ونعممها على كامل المتعاملين الاقتصاديين والمجتمع المدني وإدارات الدولة بخطة استراتيجية واضحة بخطوة استراتيجية ناجحة مثل ما فعلت قطر اللي هي دولة صغيرة صحيح استطاعت بحنكة قيادتها أنها تمشي في مشروع ذات بعد حضاري وتروج لثقافتها وتمسكت بثقافتها يعني بإرثها الثقافي والعالم كامل جل عندها وتعرف على إرثها الثقافي وهي ضغطة متلسكة عليها جدا نقطة أخرى فقط نتكلم عليها اللي هي المؤسسة الناشئة في قطاع السياحة والصناعة التقليدية يعني إحنا في جماعية صدر الجزائر 2023 نركز على المؤسسة الناشئة في قطاع السياحة والصناعات التقليدية وشكرا شكرا جزيلا شكرا لكم أضيفي الكريمين إذن مشاهدين الكرام كانت هذه حصتنا لنهار اليوم نقشنا فيها أهم المعطيات الخاصة بالواقع السياحي والسياحة الشتوية بصفة عامة شكرا لكم على حسين إسغائي والمتابعة نضرب لكم مواعد لاحق بإذن الله هدمتم في رعاية الله وحبته إلى اللقاء اشتركوا في القناة